أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج الجدعان النهاردة أولى أيام تطبيق قرار تولي الهائة القومية لسلامة الغذاء مهمة سحب العينات من شحنات الحاصلات الزراعية التي سيتم تصدرها إلى الخارج هذه المهمة اللي كانت بتقوم بيها الإدارة المركزية للحجر الزراعي المصري ولكن وفقاً لقانون الهائة القومية لسلامة الغذاء أصبحت هي المسؤولة من اليوم عن سحب هذه العينات وتحليلها وإصدار الشهادات الخاصة بسبات توافق هذه الحاصلات الزراعية مع جميع الاشتراطات الدولية طبعاً في حالة ارتباك وألأ عند جميع الشركات المصرية التي تعمل في تصدير الحاصلات الزراعية المصرية إلى جميع أسواء العالم الكل متخوف من تأخر عملية التصدير من تأخر نتائج التحاليل من حدوث روتين من ارتفاع رسوم التحاليل عندما تتولى هذه المهمة الهائة القومية لسلامة الغذاء أيضاً هناك تخوف من عدم قدرة الهائة القومية لسلامة الغذاء على سحب هذه العينات لعدم توافر الفرق التي يمكن أن تغطي جميع محطات التصدير على مستوى الجمهورية وأيضاً عدم امتلاك فرق الهائة القومية لسلامة الغذاء للخبرات اللازمة لسحب هذه العينات إلا أنا عايز أقوله أن الهائة القومية لسلامة الغذاء تدرك كل هذه المخاوف التي أصابت شركات تصدير الحاصلات الزراعية المصرية وخلينا نقول أن نحن لسه في بداية التجربة النهاردة أول يوم تطبيق يجب أن ننتظر تطبيق التجربة بالكامل وتولي الهائة القومية لسلامة الغذاء لمسئولية سحب العينات وتسلمها إلى الشركات وإصدار شهادات من الهائة القومية لسلامة الغذاء لمختلف أسواق العالم حتى نحدد مدى قبول هذه الأسواق للشهادات المصرية الجديدة وأيضا تقييم التجربة بالكامل أما الحديث عن فشل التجربة حاليا وصعوبة تطبيق القرار فهو اعتراض غير مبرر على الإطلاق وليس له محل من الإعراب لندع فرق الهائة القومية لسلامة الغذاء تعمل في هدوء وتسحب العينات الخاصة بالحاصلات الزراعية التي يجري تصدرها إلى مختلف أسواق العالم ثم نقيم التجربة ده موضوع شديد الأهمية لا داعي للألأ على الإطلاق وبالمناسبة أي خطأ يمكن تداركه على الفور الدولة لن تترك الحاصلات الزراعية وصادراتها تنهار نحن عندنا خطة بالوصول لصادرات مصر من جميع الكطاعات إلى 100 مليار دولار ولن نسمح بأي شيء يعطلنا عن تحقيق هذا الهدف خليكم معنا عشان نشوف فقراتنا أي النهاردة في برنامج الجدعين